إلى منهات سريعا بالولايات المتحدة الأمريكية وتداعيات حادث الدهس هناك في منهات في نيويورك على الهواء إذن معكم مشاهدين حادث دهس أو ربما انفجار في منهات أوقى عدد من الضحايا ستة ضحايا على ما أتذكر عند خمس عشرة إصابة أيضا تمت إصابتهم في هذه المنطقة الحيوية أو المدينة الثانية بالولايات المتحدة الأمريكية واحدة أبداً مراني أبداً ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة